اشتركوا في القناة شباب يعني ما بيحبوا شكله خالص فترة انتحانات ويناس بيجي معها الموضوع بالعكس يعني اسئلة كتيرة وتفاصيل كتيرة جدا نتعرف عليها من خلال لقاءنا مع الاستاذ الدكتور محمد الحوفي استاذ علوم التغذية بجامعة عين شامس سبع الخير يا دكتور سبع الخير يا احمد نتعرف على اجابات هذه الاسئلة لكن الاول نطلع لمتابعة هذا التقرير ونعود من جديد لبدء احوار مع اقتراب امتحانات نهاية العام تتواصل جهود الاسر المصرية لتوفير كافة سبل الراحة والجو الملائم لابنائهم في خلال تلك الفترة وتمثل الامتحانات محنة حقيقية للاسرة التي تتكبد كل انواع المعاناة المادية والنفسية والاجتماعية وارتباطا بذلك يؤكد خبراء التغذية ان الغذاء الصحي المتوازن يسهم بشكل كبير في توفير العناصر الغذائية اللازمة لنمو الجسم والعقل السليم كما اكد اخرون ان وجبة الافطار من الوجبات الرئيسية التي يجب المواظبة على تناولها في اوقاتها المحددة منضحين ان الوجبة الغذائية الصحية المتكاملة العناصر تلعب دورا رئيسيا في رفع مستويات نسبة الذكاء وتسهم بشكل مباشر في تحقيق التفوق العلمي وشدد بعض الاطباء على ضرورة الابتعاد عن تناول الاغذية المحتوية على نسبة عالية من الدهون والوجبات السريعة لتأثيرها السلبي على المخ وبالتالي على التحصيل الدراسي وفي نفس السياق اكد خبراء التغذية ضرورة قيام الطلاب بتناول السوائل مثل الماء والعصائر والابتعاد عن المنبهات مثل القهوة والشاي ومشروبات الطاقة لتأثيراتها السيئة على طاقة المخ على المدى البعيد كما نصح البعض الطلاب بضرورة الموظبة على النوم المبكر والاستيقاظ في وقت مبكر حيث أثبتت الأبحاث العلمية أن أنسب فترة للتحصيل والمذكرة هي في الصباح الباكر عقب الاستيقاظ مباشرة كما أن النوم يساعد المخ على حفظ وتخزين المعلومات مرة تانية برحب بحضراتكم برحب بضيفي الكريم دكتور محمد الحوفي أستاذ علوم التغذية جامعة عين شمس أهلا بيك مرة تانية دكتور أهلا بيك يا عم ونبدأ قبل ما أعرف إيه الأكل اللي أولادنا يأكله أيام المتحانات نبدأ بشكوى تقريبا يعني عامة عند أغلب الأمهات وضبيرهم بيوجعهم لما أولادهم يقولهم طب أنا مش هزكر غير لم يأكل طب استني لم يأكل الأول ويضيع وقت المذكرة في الأكل طول وقت جعان طول وقت عايز يأكل طبعا في البعض اللي بيبقى عندهم موضوع بالعكس مش عايز يأكل خالص يعني لكن اللي عايز يضيع الوقت تحت بند الأكل إيه المفروض اللي يأكل كل قد إيه وعلشان ممتو بتحسش تقنيه ضمير هو طبعا في فترة الامتحانات بالذات نفضل نحن نخلي الوجبات بدل ما تبقى ثلاث وجبات تبقى خمس أو ست وجبات لأننا لو خدت الثلاث وجبات بكمية أكل كبيرة في كل وجبة دي طبعا بتعتبر سعرات حرية كتيرة بتاخد وقت في عملية الهضم ممكن الإبن يحس بالخمول والتقل والحاجات عايز ينام شوية موخم فهو بيقلل شوية في كمية الأكل في الثلاث وجبات الرئاسية ويخلي جزء منه للوجبات الخائفة فيه وجبة خائفة بين الفطار والغداء وجبة خائفة تانية بين الغداء والعشاء وممكن كمان لو تعشى بدل طبعا هنا ممكن ياخد برضو حاجة خفيفة قبل النوم موعيد الوجبات مهمة قوي اللي هو هيفطر ساعة 8 تعاشر ساعة 8 يتغدى ليه الساعة 2 لازم يبقى دي تلزمه أنه هو يكون منظم خلال فترة الامتحانات مشكلة الولاد أنهم بيسهروا جامد قوي ويصحى متأخر موعيد الدروس كمان ممكن يفطر متأخر يتغدى متأخر يبتدي يأكل تاني بالليل متأخر مش حينام كويس يبقى لاما مش حينام كويس بمعنى ذلك أن التركيز بتاعه حيقل فهي الانتظام الموعيد دي مهمة أول حيقا يعني قدر المستطاع طبعا أننا ننتظم بالموعيد لأننا عارفة طبعا بيبقى فيه وقت دروس بيبقى فيه وقت مراجعات ما هو عشان بس ياخد قصة كافة من النوم في الفترة المناسبة للنوم يعني بالنسبة باللي طالما تكلمنا على موضوع النوم بالنسبة للفترة المناسبة للنوم ناس كتير وشباب كتير بيحبوا أن هم يذكروا بالليل ويناموا بالنهار فطبعا بيأكلوا بالليل أكتر هل ده ممكن يؤثر على استعابهم يؤثر على يعني هل الأكل بالليل ممكن يخليهم ما يعرفوش استعابه كويس هي المشكلة بس أنه لو كان يحنا منقول الأكل بالليل يكون آخر حاجة من أكلها من ساعتين لثالث ساعات قبل النوم لكن أنا لو كانت كميات كبيرة أقوى بالليل مش حنام كويس هيبقى فيش حنام بدون تركيز يبقى أنا برضو مش هاخد القصة الكافية من النوم وحاسحة طبعا إيه ما عنديش تركيزي بقى معدل التحصيل بتاع إيه أولية أقل طبعا دي نقطة مهمة طيب اللي بيضطروا بقى أنهم يشربوا قهوة وشاي اللي مجرد الإحساس النفسي فنجان قهوة عشان أقدر أفوق كوباية شاي عشان أطول ما أنا قاعد بذكر لازم كبير هي طبعا القهوة والشاي والمشروبات الغازية بيحتوي على نسبة عالية جدا من الكافيين كمان مشروبات الطاقة مشروبات الطاقة بتعتمد مين لي على نسب عالية أو من الكافيين الكافيين ده طبعا بيساعد باستمرار على التنبيه بيقلل من النوم وبيقلل من التركيز في النوم وبالتالي بعد كده يسحى مجهد ومعدل التركيز بتاعه بإيه وبالتالي معدل التحصيل بتاعه بإيه يبقى أنا عندي بداية جميلة جدا عندي العصائر الطبيعية أكل كمان فكهة والفكهة دي أفضل كمان من العصير لأن فيها ألياف والألياف هتحسن من الحركة الدودية بتاعت الأمعاء لأن الولاد برضو نتيجة لعدم الحركة في فترة الامتحانات ممكن يجي له إمساك فهو الألياف دي بتساعد على التخلص التخلص طبعا من الإمساك وبياخد بقى حاجات إيه الفكهة كلها فيتامينات كلها أملاح معدنية ودي مهمة أول عملية إيه التركيز على عكس طبعا مشروبات الطاقة على عكس المياه الغازية على عكس الشي والقهوة اللي هو أصلا ما فيش كلها ما فيهاش أي غزة ولا فيها أي فوائد وكمان اللي بيتابعونا من الشباب اللي قاعد بساهم بيذكر وبيسمع الحوار دلوقتي فكرة التنبيه ده اللي بيخلينا نبقى عارفين ومذاكرين بس مش قادرين نفتكر الإجابة في الامتحان وأنا فاكرها مش قادر إنه يستدعي المعلومة بشكل صليم يستدعي المعلومة بتاعته فعلا نروح بقى لإيه الأكل المفروض إن الأمهات يعملوا لولادهم في فترة بتاعة الامتحانات إيه أفضل الأكل طبعاً الأكل لازم يكون أول حاجة يكون سهل الهضم سهل الهضم يعني إيه يعني متحضر بطريقة سهلة وبسيطة يعني إحنا بنتكلم مثلاً عند حيبة فيه مصدر للبروتين فيه مصدر الكربوهايدرات الحاجات دي كلها هنا يبقى أنا مجهز الأكل بدون أي تعقيدات يعني موضوع الأكل المسبك موضوع الإسكالوب بني موضوع اللي هي يعني بدون حاجات محمرة بالبسيط كده الدهون الكتيرة في الأكل خصوصاً الدهون المشبعة دي كلها مشكلة لكن أنا كل ما بسطت الأمور أنا باكن مثلاً سواء سمك سواء لحمة بيضة سواء لحمة حمرة دي كلها من جهزة إما بعملية السل أو بعملية إيه مع شوية زبدة خفيفة قوي دي بتبقى سهلة إيه سهلة الهضم بالإضافة طبعاً برضو الخضروات تكون برضو مجهزة بطريقة سهلة وبسيطة بعيد برضو عن التسبيك وإضافة الطواب الكتيرة علشان تبقى سهلة إيه الاستفادة بيه الخضروات والفواكه واللحوم مهمة جداً عشان الحديد والحديد ده طبعاً لأن احنا فيه ولاد كتيرة جداً نتيجة لإهمال في عملية التغذية خلال فترة الامتحانات بيجعله ناية فترة الامتحانات تحس أنه خلاص عنده نصف الحديد عنده أنيميا وبيباند خالص على الشحوب على الوجه فهنا الاهتمام بالخضروات والفواكه فعلاً واللحوم مهمة أو بالتجهيز بالطريقة السليمة مهمة السلطة يومياً طبعاً السلطات طبعاً دي مهمة اللي هي السلطات طبعاً الخضرة كل الحاجات الجرجير والبعدونس والبصل الفلفل الخيار الطماطم كل دي طبعاً مهمة ونبتدي دايماً بطبع لإيه بطبع السلطة ده كله بقى غاني جداً جداً بالعملاحة المعدنية والفيتامينات وده المهمة لعملات التركيز للإضافة طبعاً لمنتجات الألبان حال لبن مهم جداً سواء كان لبن أو منتجاته جبن زبادي دي كلها غنية بالأحماض الأمنية الأساسية وصوصاً فيها حمضين مهمين قوي التيلوزين والتريبتوفان دول مهمين قوي علشان بيكونوا السيترونين دي كلها مركبات ناقلات عصبية بتساعد المخ وبعدين كمان الحمض الأمنية اللايسين المرتبط بالتركيز في عملات التركيز طبعاً كل مكان فيه تركيز أكتر كل مكان حيبقى فيه تحصيل دراسي 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 الألبان بمنتجاتها المختلفة مهمة قوي وكمان قبل النوم ممكن ياخد كبية لبن قبل النوم دي الحقيقة بتعمل فيلم حوالين جدار المعدة وبتقلل من تأثير الحموضة الزيدة بتاعت المعدة نتيجة طبعاً للقلق المستمر اللي عند ولدات فترة الامتحانات فهتعمل له فيلم كده رقيق ياخد كبية لبن ساعة قبل النوم هتعمل له فيلم وتقلل من الحمض حينام بتركيز وهيبقى ريلاكس ويعني وقدر يركز أو في النوم طيب الولاد اللي مش بيحبوا اللبن قوي يعني ممكن نحط لهم حاجة عليها عنده عنده الزبادي ممكن ناكل زبادي بالفواكه عنده الجبن وصوصاً طبعاً هنا منتكلم عن الجبن برضو قليلة الدهن شوية في المتحانات قليلة الملح عنده جبن القريش عنده جبن قليلة الملح أي نوع من أنواع الجبن اللي هي القدم والجودة والحاجات دي كلها دي كلها غنية جداً جداً بالبروتينات سهلة الهضم وغنية جداً بالإيب بالفيتامينات والأملاح جبنا متعود على البيض محدش عارف القيمة الغذائية لها وهي قد مهمة للتركيز طبعاً الانتحارك برضو وصلت موضوع الفطار الفطار ده مهمة جداً جداً يأكل فول ولا الأول قبل ما نكلم عن الفول يوم لامتحان بالذات لا في اليوم العادية يأكل فول مفيش مشكلة ولكن هي يوم لامتحان لأنه عشان تديله طاقة والمخ طبعاً بتغذى على السكر لو أنا خدت سكريات بسيطة زي السكر العادي اللي هو السكروز أو جلوكوز هلا بيروح الدم بسرعة ويستهلل بسرعة لكن لو أنا خدت كربوهايدريت اللي هي معقدة شوية اللي هي زي حارك ما قلت الحبة الكاملة دي بتاخد وقت بحيس بتمديني بالطاقة على مدى ساعتين ثلاثة اللي هي فترة الامتحانات الفول والطعمية والحاجات دي خلاها في العامة العادية لأنها بتاخد وقت في الهضم وتحسش طبعاً بالخمول والميل والنوم وإحنا عايزينه طبعاً ينتعيش فعنده بداية منتجات الألبان عنده البيض كويس في مادة اسمها الكولين الكولين دي مهم قوي للمخ كمان عنده زي حارك ما قلت البيلي لا بقى فيها الحبة الكاملة والحبة الكاملة دي جانية بالأليف وبتسهل الحركة بتاعة الأمعة وبتدي احساس بالشبح كمان وفي نفس الوقت كمان فيها مجموعة فيتامين بي وبعدين كمان فيها الزينك وفيها كمان مجموعة من العناصر الندرة اللي هي الجسم محتاجها بالإضافة أنها معاملة في اللبن وإحنا قلنا قبل كده اللبن وقيمة الغذية العالية وعندنا كمان مش مجرد البليلة حتى الكورنفليكس بأنواعه بأن سواء كان فيه فيه ألياف يعني فيه ردة أو كورنفليكس دورة دي برضو ممكن مع شوية من المكسرات معها دي فيها أمجة يعني أمجة سري أمجة سيكس دي مهمة قوي كمان للمخ وممكن نحط عليها فواكه مجففة مثلا الزبيب معها كمان دي كويسة قوي برضو يبقى ده واجبة برضو من الأطباق المفضلة قوي يوم يوم الامتحانات دي من الحاجات التي تبقى كويسة من الامتحانات دخلة في رمضان وفي ولاد يصوموا إزاي ممكن أنهم يزبطوا نمطهم الغذائي في وقت رمضان مع الامتحانات وطبعا رمضان سيفرض علينا نظام خاص تنظيم المواعيد زي احنا ما قلنا غزبا عين هننظم المواعيد احنا عندنا واجبة صحور مهمة قوي ما نهملش واجبة صحور وحنأخرها بقدر الإمكان هتبقى متوازنة برضو فيها مصادر البروتينات ومصادر كمان للكربوهيدرات طبعا هنبعد بقى فينا فترة الصحور عن الحاجات اللي هي اللي فيها ملح كتير زي المخللات علشان طبعا ما نعطاش خلال اليوم وفي نفس الوقت برضو نبعد بقى على الحلوات الطحنية برضو ممكن تعطاشني خلال اليوم لكن ممكن أكل بيد وممكن أكل جبن وكل وممكن أكل زبادي وممكن أكل فول لأن أنا وقل الفول هنا بقدري شوية مش هيأثر إيه على ما يجي فترة الانتحان هيكون جزء منه دخل في عملية الهضم أشرب طبعا كمية كافية من السوائل أجي بقى في الفطار أنا طبعا أنا هزاكر بعض الفطار يبقى هنا في الحالة دي بلاش أكل كتير أو في الفطار وخلي الوجبة عندي ممكن أخد كمية نقول مثلا حناكل التلتين والتلتين خليه لوجبة خفيفة بين الفطار وبين السحور علشان لو أنا أكلت كميات كبيرة في الفطار أحيث طبعا برضو بالتخمة والشبع وميل للنوم وأنا عايز يعني عندي فرصة أن أنا أذاكر أذاكر شوية وأخد برضو قصة كافة من النوم وأصحها على السحور بس برضو بعد السحور أنام عشان أستريح بحيث أروح لاجنة الامتحان منتعش ونسبة تركيز عندي بطرة الامتحان دي هتبقى إجهاد إجهاد للمخي هو المفروض ينام كم ساعة في المتواصل هل بنتكلم في المتواصل سبعة لثمان ساعات عشان يقدر المخي يشتغل كويس يقدر يسترجع معلوماته وعشان يقدر يركز ويبقى طبعا الإجهاد طبعا له تأثير سلبي على معضل التحصيل بتاعه الدكتور الحقيقة لفت نظرنا أن فيه مشاكل من بعض الأمهات وشكاوى مؤخرا فكرة أن أولادهم بذات اللي في سنوية عامة وفي الجامعة بياخدوا منبهات ومنشطات علشان منشطات ذهنية عشان يقولك لا أنا عايز أركز الدرجة أنه ممكن الولد أو البنت يفضلوا صحيين يومين ثلاثة ما بيناموش علشان يخلصوا المنهج زي ما بيقول هو طبعا أنا ما أفضلش أبدا هذه المنشطات خالص كمان ما أفضلش أن أنا أخد مكملات غذائية فيتامينات أنا أخدها في الأكل الطبيعي يبقى أنا بلاش مكملات غذائية بلاش فيتامينات طبعا منبهات دي كلها هتخليني منامش كويس هتخلي معدل التركيز بتاعي معدل التركيز بتاعي أولي فهنا لازم أعتمد أساسا على الغذاء المتوازن السهل سهل الهضم سريع الامتصاص في فترة فترة الامتحانات ونقلل طبعا من كل يعني صور المنبيهات لأنها فعلا زي ما قلنا دي هتبقى برضو هتخليني منامش كويس زي ما قلنا وبالتالي التحصيل بتاعي هيكون قليل طب في ناس بتفضل وأنا منهم شخصيا أن فترة الامتحانات ناكل أسماك لأن شايفين أن الأسماك هي سارات الهضم وفي الوقت نفسه كمان بتنشط الأم جسري وكده بتنشط الزكرة والزهن عند الولادي لأي مدى ده ممكن يكون فعلا إجيزيا طبعا أنت قابلة التغذية هاي لا عفوة دكتور طبعا الأسماك فعلا من أفضل مصادر البروتين لأنها سهلة الهضم وفي نفس الوقت بتديني إحساس بالشبع لفترة طويلة لأن دلوقت الشبع ده له مقيس وبيقاس الشبع دلوقت بقرنوه بالعيش الأبيض لو العيش الأبيض ده بيدي 100% هنا الأسماك بتدي 300% يبتديني إحساس بالشبع وفي نفس الوقت إذا حالك ما قلت أنها غنية طبعا دهون الأسماك كلها غنية بعمجة سري وعمجة سيكس ودي طبعا مهمة للمخبس برضو نجهز الأسماك بطريقة سهلة بعيد عن التعاقدات بلاش المحمر في نقليها في الزيت ممكن ناختها صنية في الفرن خفيفة كده خفيفة كده هتبقى ممكن ناختها في صورة شربة يعني توليفة من السيفود كلها مع بعضها دي طبعا هتديني مجموعة فوائد مش يفتح النفس بصراحة دكتور أنا وسغير النمط التقليدي بتاع الأكل لازم فيه الحقيقة الأبناء برضو في فترة امتحانات لازم الأهم تتفنن أنها تحاول تغير لهم من يوم لليوم عشان برضو يعني تشجحهم في الكلية لدينا أكبر واجبة بتأكل في مصر اللي هي الماكرونا والسكالوب بني صحيح اللي هي أن الأهم أسهل حاجة أولاد بادي يحببوها خلاص ومتعودين عليها بس طبعا هنا احنا في يام المتحانات الاسكالوب ده واخد طبعا طبعا من الكوت اللي هي من البقسمات طبعا بتشرف بقسمات زيت كبيرة وفي نفس الوقت كمان قطعة اللحمة أو الفراح بتاخد درجة حرارة عالية أو بتأثر على محتوها من البيتامينات وبتغير من طبيعة بعض البروتنات اللي هي الموجودة وبتقلل من تتلف بعض الأحمد الأمنية الأسسية اللي هي المفيدة خلينا الحاجات السهلة ممكن نحط شريحة اللحمة دي مع قطعة الزبدة الغيرة في الطاصة ودي طبعا هتيبقى أفضل بكثير في أكثر من طريقة سهلة طبعا ممكن للتنجيز سفر بيت أكيد يعني عندها الخبرة كافية أنا أشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور محمد الحوفي أستاذ التغذية بجمعه بعين شمس شكرا جزيلا أن يكونوا معنا تشتفى كلينا شكرا موصول لحضراتكم مشاهدين الكرام حاولنا على مدار ساعتين أقدم لكم مجموعة متنوعة ومختلفة من الفقرات نتمنى تكون نالة أعجابكم نشكر لكم المتابعة وإلى المنتقى بإذن الله شكرا جزيلا شكرا جزيلا